السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم ابناء التلبة مرة تانية في قناتكم بوك انبن. اليوم سوف نأخذ مع بعض يونيت جديدة لقونكت بلس برايمري ثري. سوف يبدأ مع بعض. يونيت ايد. اليونيت بعنوان ات ذا ميوزيوم. ات ذا ميوزيوم يعني في المتحف. يلا نشوف الفوكابلوري هنا مع بعضنا. ميوزيوم ميوزيوم جوالري جوالري نكلاس نكلاس برسلت برسلت كلي كلي تول تول سكولپتور سكولپتور ارتفاكت بورتري بورتري ستتو كلي وود بيج اللي هو اللون اللون البيج دوت كي روم بان بانسل بارسل كي يونا نقرأ مع بعض الconversation اللي عندنا هنا في بداية اليونت زي ما احنا شايفين هنا مجموعة من اصدقائنا فين طالعين في رحلة للميوزيوم المتحف ونشوف هيتناقشوا مع بعض بيقولوا ايه Today we are at the museum There are lots of things to see There are lots of things to see في حاجات كتير ممكن نشوفها miss mona says we will visit a room with lots of a jewelry first يعني احنا هنعمل ايه we will visit a room with a room with يعني ايه a room with هنا كلمة with دي مش معناها مش معناها مع تمام لأ معناها ايه معناها ان الروم دي فيها او بها lots of a jewelry يعني احنا عندنا كلمة with بيبقى لها طبعا كزا معنا يعني لما اقول ايه ايه كده عشان نشوفو go to school with my brother I go to school with my brother يعني انا بروح المدرسة مع مين مع صديقي لكن لما اقول the boy with the boy with red the boy with red t-shirt is fast شايفين الفرق بين الاتنين هنا لما اقولنا I go to school with my brother يعني انا بذهب للمدرسة مع يبقى هنا كلمة with معناها مع اوكي لكن هنا the boy with red t-shirt مش الولد مع التي شيرت الاحمر لأ الولد ذو التي شيرت او صاحب او اللي لابس تي شيرت ايه احمر يبقى هنا دي معناها ذو يعني صاحب التي شيرت الاحمر is fast سريع تمام فاحنا هنا لما اقولنا we will visit a room with lots of jewelry first يعني هنشوف حجرة بها بها مجوهرات في البداية اوكي after the jewelry will will اللي هي we will دا اختصرها we'll see some tools and clay artifacts وهنشوف ايه بعض التولز الادوات والعدد يعني والclay artifacts يعني المصنوعات اليدوية المصنوعة من السلصال we have our pens and pencils هنا ايه صديقنا هاني هو اللي بيقول we have our pen and pencils to draw some of the things we see يعني احنا هنرسم الحاجات اللي احنا ايه بعض الاشياء اللي احنا هنشوفها it's very interesting دا شايق جدا تمام ها تعال هنا منشوف بقى دي what is this دي ايه دية برسلت برسلت اللي هي البرسلت اللي هي الاسورة اللي تتلبس في الايد بس مع صنوعة هنا ديت من ايه من الخشب it's a bracelet it's made of wood اوكي it's brown and beige فيها ايه فيها اللونين اللون البرون والبيج i think it's it's with beautiful يعني ان شاء الله هتكون ايه beautiful تمام هنا بقى تعال نشوفوا i went to the museum and i saw an artifact هنا اصدقاء انا بيتكلم بيقول ايه i went to the museum and i saw an artifact شفت شيء من المصنوعات اليدويه يعني it was big it was made of clay كان كبير وكان مصنوع من الكلي وهو ايه السلصال was it a tool فصدقاء هنا بيسألها بيقول له was it a tool هل كان ادي قتلي no it looked like a person يبدو كأنه ايه شخص was it a sculpture yes it was ايوا فعلا هو sculpture عشان هو looked like a person تعال نشوفوا بقى some meaning here in english زي ما اتفقدت ان هي الحاجات جبتوا اوهمة جدا وبتغزي جدا الفوكابلري اللى عندنا museum معناها ايه الميوزيوم دوت هو عبارة عن building in which in which يعني به old historical objects يبقى هنا كلمة in which معناها به يعني في اللى موجود فيه يعني مبنى موجود فيه old historical objects يعني اشياء تاريخية قديمة طيب الارتفاكت يعني ايه هي عبارة عن objects made by human حاجات اشياء مصنوعة ايه بواسطة الانسان being typically items of a cultural or historical interests يعني اشياء بيصناها الانسان وعادة بتكون حاجات ذات اهمية ثقافية او ايه تاريخية portrait معناها ايه ده painting ده عبارة عن ايه portrait عبارة عن painting يعني ايه portrait يعني صورة مرسومة لشخص صورة شخصية مش صورة طبيعية مثلا منظر طبيعي او غوردن او حاجة لا صورة شخص انسان مش زي الموناليزة طبعا اشهر ايه اشهر حاجة a painting drawing او drawing يعني رسمة or photograph of a person especially that fat face and shoulders face and shoulders الواجه والاكتاف دايما بيبقى مرثوم كدا الواجه والاكتاف بس غالبا يعني الكلاي دهو type of heavy and sticky mud heavy and sticky mud هو طين بس طين تقيل وسميك ولازج كدا used to make puts bricks وحاجات كتيرة تانية طبعا الاواني والطوب وكده sculpture and art هو art نوع من الفنون يعني of making statues especially by curving انحنا ننحط stone الصخرة او الود الخشب جاولوري personal honorment personal honorment that made from جاول and precious metals يعني ايه يعني دي معناها مجوهرات يعني حاجات شخصية عشياء شخصية مصنوعة من معايد قيمة تمام بريسلت كلمة بريسلت ده عبارة عن ايه and armament and armament worn يعني بيلبس on the wrist or arm يعني الاسورة دي بتتلبس في الرست ماشي او في الارم في الذراع من فوق اوكي النكلس برضو and a normal worn around the neck بيلبس فين يرتدي او يرتدي فين حول الرقبة اوكي طيب to describe a place and its contents عشان نوصف مكان زي ما احنا خدنا دوقتي ورا قلنا ايه قلنا ان المك عايز اقول المكان اللي فيه كذا او المكان اللي جواك عايز اميز المكان ده اوصف المكان ده بحاجة استخدمنا حرف الجر with قلنا a place with a place with a garden مثلا a place with shelf لو انا عايز اوصف المكتبة اللايبري ماشي هقول ان هو مكان فيه ارفف كتير عليها كتب صح؟ هقولها ازاي هقول دي a place with lots of shelf مكان فيه كثير من الارفف تمام اه مثلا هنا يبقى هقول اللي هو place اسم المكان ده place with واكتب الحاجة اللي موجودة جواه place ديت زي هنا a room with jowlry اوكي to arrange an events عشان نرتب احداث بتحصل او احداث هنعملها بنرتب يومنا مسلا هنعمل كذا وبعدين كذا وبعدين كذا بنعمل ازاي بنستخدم ايه بعض المفردات زي first بداية after بعد كده هنعمل كذا يبقى دي من الكلمات طبعا فيه كلمات تانية كتير اه بس اه first و after من اشهر او بدايات الكلمات خلص اللي احنا ايه هنستخدمها first معناها في البداية او بداية او اول شيء او في الاول تمام after معناها بعد بعد كده بنكتب الحاجة اللي احنا نعملها بعديه زي هنا we will visit a room with lots of jewelry first ده في الاول تمام after after that بعد ذلك we will see some tools يبقى احنا نرتبنا ان احنا هنفزت الروم ديت first هي number one وبعد كده we will see some tools هنشوف بعض الادوات دي هتبقى number two اوكي طيب اه اللوحظ ان الجملة دي it's very interesting it's very interesting شايفين هنا انتهت بايه exclamation mark عشان دي جملة تعجبية بتبين ايه مشاعرنا ان احنا مبسوطين ان الحاجة هتبقى very interesting فطبيعا ان احنا هنحط في اخيرها exclamation mark ليه علامة تعجب مش dot to ask about something عشان نسأل عن اي حاجة عايز اعرف ايه دي فاقول ايه what this اوكي الايجابة طبعا بقول بتبقى it's واكتب اسم الحاجة طيب عايز اتكلم عن الحاجة دي مصنوعة من ايه البن او البنسل او البوك او اي حاجة قديني عايز اعرف مصنوعة من ايه فاقول ايه او اتكلم اقول دي مصنوعة من كذا بقول it's made of it's made of it's made of مصنوع من واكتب اسم الاتريال بقى الحاجة زي هنا it's a bracelet اوكي it's made of wood مصنوعة من الخشب انجل اقول it's made of gold لو هي مصنوعة من الاتريال من الذهب made of stone لو هي مصنوعة من الصخور تمامي بس it's made of it's made of لو هي حاجة واحدة بستب لو هما حاجات كتير هقول they are made of برضو they are made of طيب ده كان lesson one لذيذ كده وخفيف وسريع هنبدأ معي بقى في lesson two عشان هو تمهيد لله هندرسه بعد كده وحاجة مهمة جدا جدا واعتبر revision اساسي ياريت محدش يفوته بنتكلم عن countable and non countable nouns ايه هي الاسماء اللي تعد والاسماء اللي لا تعد من اهم الدروس واللي بتلخ بطولات كتير جدا احنا هنا في book and pen بدقينه معاكم من البداية خالص 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 يعني ايه مفرد ويعني ايه جامع وايه اشكال الجامع وزي يحول الكلمة من مفرد لجامع كل ده موجود معنا فلازم ان احنا نبقى فاهمينه عشان نعرف يعني ايه اصلا الاسم ده هيتعدى ولا مش هيتعدوا ووارف ازاي تمام؟ عندنا هنا cup bowl tool metal portrait water sculpture paper book clay bracelet cloth knife هنا ال N طبعا ما بتتنطاش knife اللي هي ايه سكين شوف بعد كده ايه عندنا enough enough يعني كافي some بعض how much كامل كمية how many كامل عدد any اي ده مفردات وحاجات مهمة جدا نستخدمها في الجرامر اللي احنا هناخده بعد كده دعا نشوف الجرامر كورنر بتاعنا بيقول لنا ايه ال types of plurality الجامعة عندنا في regular irregular regular irregular 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 اللي هو انا بحط له s او es او ies او ves تمام؟ ال irregular ده مالوش قاعدة ثابتة ممكن الورد اللي هي ما يتغيرش خالص ممكن الورد يتغير فيها حرف واحد ممكن الورد تبقى حاجة تانية خالصة تمام؟ تعالوا نشوف معا بعد هيا هندرس الاول regular plurality اللي هو الجامعة المنتظم اول حاجة عندنا بيتكلم عن ايه؟ ال s plural امتى احط s للجامعة وده يعتبر يعني اكبر انواع الجامعة اللي موجودة عندنا في الانجلوش to make a plural form in most of words تمام؟ just put s مجرد ان احنا نحط s زي هنا a book بشيل ال a طبعاً وبحط s للverb تبقى ايه؟ books a bag a bags a school a schools تمام؟ طبعاً كتير جداً 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 فدي مش بتتحفظ يعني انها بتبقى اكتر كم؟ طيب ال e is plural e is plural ديه دوت ساكن طيب if the word ends with x o s e s s h c h put e s x o okey double s sorry مش s d double s s h c h put e s x o s double s s h c h put e s لما ال verbe ينتهي باي ورد من الورد زي كده كلها بحط له ايه؟ e s تعالوا نشوف هنا او زي عندي a watch كلمة watch هنا انتهت بايه؟ ها؟ c h c h يبقى بحط لها ايه؟ e s طبعاً بشيل ال a او ال an زي ما احنا اتفقنا وبنحط ايه؟ e s a address هي اخيرها ايه؟ double s فبحطها تبقى اشيل ال a طبعاً وحط e s تبقى dresses a dish a dish dishes a dish باشيل ال a وبكتب كلمة ديش وحط لها ايه؟ e s اخيرها y اشيلها على طول a cancel the y وحط i e s لا لازم الاول اعمل check in meaning عندنا check in meaning بتاعنا واشوف قبل ال y دي في ايه؟ لو فيه consonant يعني حرف second يعني ايه؟ حرف second يعني مش متحرك ايه؟ الحروف المتحركة a e i o u a e i o u دي الحروف المتحركة بتاعتنا طب هنا عندنا كلمة ايه؟ family family قبل ال y في ايه؟ l ال l دوت مش متحرك باشيل ال y بتبقى ايه؟ families بقت i e s طب هنا كلمة puppy قبل ال y في ايه؟ في p ال p ديت ايه؟ second مش متحرك باشيل ال y تبقى puppies اوكي part fly part fly اللي هي الفراشة تبقى part flies شيلت ال y ليه؟ لها ill second اوكي؟ طيب يعني هنا دوقتي احنا قلنا لو ال verb اخره ال word اخرها y وقبل ال y دي فيه consonant طب لو انا لقيت قبل ال y في فاول زي مثلا عندي كلمة boy ها كلمة toy كلمة day ها احنا هنا بصينا ايه؟ قبل ال y هنبص هنا هنلاقي قبل ال y فيه هنا ايه؟ فيه هنا او ده متحرك فيه هنا او ده فاول ال a دي فاول في الحالة دي بحط اس بس برجعها للحالة الاولى خالص اللي انا بقول لكم الحالة الاساسية اللي هي ال s plural اللي انا بحط لها اس تبقى boys toys days تبقى لوفز. وولف. والف اللي هو الزئب. بشيل الاف. وتبقى وولفز. وولفز زئاب كتير. اوكي. طيب. عندي بقى الاريجولر. احنا اتفقنا ان الاريجولر دولة تليها قاعدة ثابتة. بحط لها اس او اس. عرفنا حالاتها ايه? مع اكس او اس دابل اس اس اتش. سي اتش. بحط اس. الاي اي اس امتى? لما الكلمة بتنتهي. بواي بس شرط ان قبل الواي يكون حرف ساكن. اوكي? بشيل الواي وحط اي اس. الفي اس لما الكلمة تنتهي باف او افي ايه? بشيل الاف او الف ايه وبحط مكانهم في اي اس. طيب الاريجولر بقى? بلورال دوت. بنعمل في ايه? ده اتحفظ زي ما هو كده. اولا عملنا ووردز دونت شينج. في كلمات مش بتتغير زي كلمة فيش? فيش. شيب. دير. دير. طبعا هاعرفها ازاي? هاعرفها اكيد من معنى الجملة. او هنا طبعاً غالباً بيبقى فيه قابليها اورتيكل افيش. اه شيب اا دير. اوكي? في الحالة دي هتبقى هنا مفرد. طيب يبقى لي فيش من غير ا ا او ان يبقى ديه خلاص كده ايه? اسمك. اوكي? عندي فيه اة كلمات بتتغير. زي هنا كلمة من فيها ايه بقت من يعني كل اللي اتغير ان الايه بقت ايه ماوس اللي هو فقر بقت مايس اتغيرت خالص اكس اللي هو ثور بقت اكسن ثيرون بصوا اتغيرت حطنا لها ايه ان يعني مش مش حاجة ثابتة ما فيش حاجة ثابتة فيها كل كلمة ليها شكل معين في الايه في البلورل بتاعها تمام طيب جميل قوي كده فهمنا يعني ايه مفرد ويعني ايه جمع وازاي حول الجملة من مفرد الكلمة من مفرد لجمع على حسب هي نوعها وعلى حسب بتنتهي بايه وكلام ده كله تمام طيب الناوينز عندنا في الانجليش الاسماء عندنا في الانجليش نوعين كاونتبل ونون كاونتبل كاونتبل ونون كاونتبل كاونتبل يعني حاجة بعدها طالما هي حاجة بعدها يعني ممكن تبقى مفرد ممكن تبقى بلورال جامع صح؟ النون كاونتبل دي حاجة ما بعرفش عدها أصلا فهي لها شكل واحد بس يبقى إذن الكاونتبل له شكلين الكاونتبل له شكلين لكن النون كاونتبل له شكل واحد بس تمام؟ الكاونتبل ممكن يبقى سينجلر فورم ممكن يبقى بلورال فورم صيغة المفرد وصيغة الجامع لكن هنا النون كاونتبل only singular form اللي ها شكل واحد فقط اللي هو شكل المفرد تمام؟ لأن هي أسماء الأسماء التي لا تعد طيب جميل جدا لو أنا بقى جهاجة هنا هادرس countable nouns ناخد countable nouns كده لوحدها كده ونشوف دي إيه بما أن إحنا لسه واخدين plural وأنواع وفيه regular وirregular وعرفنا زي نحولها فهي دي تمشي معنا مع countable nouns there are any word that we can count أي word إحنا نقدر إيه نعده تمام؟ so it can be singular or plural لذلك ممكن يبقى مفرد وممكن يبقى جامع تمام؟ طيب تعالوا نشوفوا هنا to speak about countable nouns لو إحنا عايز أتكلم عن countable nouns عايز أقول هنا يوجد كتاب واحد هقول there is a book طيب لو هما plural كتير هقول إيه there are وغدين بالنا هنا أخدت is وهنا أخدت إيه or is عشان هنا هي singular وor عشان هنا هي plural واخدت is جميل قوي طيب there are some tools ماشي there are some tools in the museum في وجد بعض التولز في الميوزيوم تمام؟ طيب عرفنا إزاي إحنا بنيجي نتكلم عن countable noun هتلاقينا دايما وإحنا بنتكلم عن countable سواء إحنا بنقول جملة statement جملة خبرية أو سؤال أو أي نوع من الجمل في نوعين في مفرد و جامع هنقول منه لو مفرد هيبقى شكله إيه ولو جامع هيبقى شكله إيه عكس تماما لو إحنا بنتكلم عن non-countable دوت فهو هيبقى شكل واحد فقط تمام؟ طيب هنا to ask about countable nouns عشان أنا أجي أسأل عن countable nouns عايز أقول هل في هل يوجد الكلام ده وهقول إزاي يبقى are there any sculptures شايفين؟ ها جي هنا ال-s-a بتاعة البلورل بتاعة الجامع يبقى أقول or يبقى أخدنا are there any sculptures yes there are أو no there aren't لو ما فيش طبعا يبقى أنا بجاوب ب-s أو no طب لو هي حاجة واحدة بس هقول إيه is there a portrait in the museum كان فيه portrait a portrait يبقى إزا get singular وget plural استخدمنا معها is مع المفرد و-or مع الجامع تمام؟ ولما بيجي جاوب طبعا بجاوب ب-s أو no وبعمل cross-match yes there is know the reason طيب to ask about numbers of countable nouns عشان نسأل عن عدد عدد شيء والشيء ده بيتعد ممكن أن أنا أعده وأنا عارف عدده أو سهل أن أنا أعده قدامي هاستخدم إيه؟ هاستخدم أداد استفهام how many how many وبيلازم لازم يجي بعديها على فكرة plural nouns حاجة مهمة جدا حتى لو أصلا هو اللي عندي الإجابة هتبقى بالمفرد حتى لو هو عندي الإجابة ألم واحد يعني أنا عايز أقول فيه كم ألم هنا طالما الألم كلمة pen دي قابلة للجامع يعني يمكن أنا أحط لها s فأنا هقول how many pens حتى لو هو إجابة هتبقى there is one pen there is أنا لما أجاوب بقى يبقى أنا لازم أجاوب بالظبط لو هي جامعة هقول there are لو هي مفرد هقول there is أوكي هنا how many balls how many balls are there how many balls are there one two three four five يبقى there are five balls there are five balls طب هنا how many bracelet are there بصوا جيب أعلى إحنا كلنا نتكلم عليها هو هنا how many bracelet are there بص هنا are there ما حولت لاقش there or لأن أنا بصيت هنا جيت عد لقيته one بس فهقول there is there is وقلت is ليه عشان هي one one bracelet واحدة بس ومن غير الاس هنا كان فيها اس عشان بعد ها وميني لازم يجي اسم جامع لكن في الإجابة بما أن هو one واحد بس فحطيت كلمة bracelet أو الكلمة اللي بعديها من غير الاسم فعمل النقطة ديد طيب how many tools are there how many tools are there في كم tools هنا برضو نفس الكلام أنا هنا قلت tools طيب أنا جيت بصت هنا ملاقيتش عندي حاجة خالص الإجابة بتاعتي هتبقى إيه there aren't there are واحط not there aren't any tools يبقى إذن لو أنا عندي الإجابة بالجامع أو الإجابة بالمفرد أو الإجابة بالنفي أصلا حاجة مش موجودة في كل الحالات بحط how many واسم جامع how many واسم جامع how many واسم جامع الإجابة بقى هي اللي بتتحدد على أساسها على أساس اللي موجود عندي فعليا لو هنا عندي فعلا حاجات جامع يبقى أقول there are واكتب ال number اللي عندي واكتب الاسم إيه جامع طيب بسيط قلت عندي حاجة واحدة بس يبقى أقول there is a bracelet أو there is one bracelet تمام طيب لو بسيط ما نقيتش عندي حاجة خالص الإجابة يبقى أقول there هسيبها جامع زي ما هي بس هنفيها there aren't any tools مفيش أي tools there aren't any tools مفيش أقول there isn't أوكي خلاص هو جاي مسائل بالجامع فأنا جاوبت له مفيش ولا أي tools لأن كلمة tools هنا جاية إيه جامع برضو أوكي تمام نلاحظ حاجة تانية كمان إن كلمة any جات في الجملة مع النفي لما احنا هنا جينا ننفي تمام وهتيج كمان مع السؤال زي ما كانت هنا موجودة في السؤال are there any are there any sculptures يبقى كلمة any هناخدها بالتفصيل موجودة في السؤال وموجودة في الناجاتف sentence في الجملة المنفية ضروري جدا تبقى موجودة مع الاتنين دول تمام طيب إيه بقى هي الكلمات التانية يبقى إيزا واحدة واحدة كده إحنا خدنا إيه هي الكلمات اللي بتيجي مع الكاونتابول ناونز إن إحنا غالبا هنوقف الفيديو النهاردة على الكاونتابول ناونز عشان مبقاش فيه لخبطة بتحفظوا الكلمات اللي بتيجي معيها بتحفظوا شكل السؤال بيجي إزاي شكل المفرد والجامع وإن شاء الله لسيشان الجاي ناخد النون كاونتابول لإن عشان مش عايزهم يدخلوا مع بعض معيكم اتفقنا إن الكاونتابول لصيغة مفرد وصيغة جامع صيغة المفرد بتاخد دايما إيز مثلا أو أي حاجة هاز مثلا سوري هتبقى إيه أو هاز أو بتاخد لو هي جامع تمام طيب عايزة أسأل هقول هذير أو إيه ذير اللي اتنين لو هي حاجة واحدة بس هقول هذير ولو بسأل عن حاجة جامعة قصدي لو هي حاجة واحدة بس هقول إيه ذير إيه هي الكلمات عايزة أسأل عن عدد أي حاجة موجودة عندي سواء كتالإجابة هتبقى بعدد كتير أو حاجة واحدة أو ما فيش أي حاجة خالص في كل الأحوال هستخدم قد تستفهيم ها وميني وبعديها اسم إيه جامع دي أساسي وار ذير أوكي يعني كام يوجد من الحاجة دي سواء كان يوجد بقى حاجات كتير يبقى هقول ذير واكتب عدد الحاجات دي لقيتها حاجة واحدة بس هقول ذريز ما يفعش هقول ذير ذريز وان واكتب اسم الحاجة دي حاجات كتير ما فيش قصدي ولا حاجة خالص هقول ذير هنفي بقى واحط اني واكتب الاسم إيه جامع تمام ايه تاني الكلمات اللي بتيجي عندنا كلمة lots of أو a lot of lots of أو a lot of معناها الكثير من بتيجي معا بيجي بعدها كاسم جامع لو هو اسم يعد بس لازم يبقى جامع تمام ذير رار lots of visitors ما ينفعش أقول أبدا there are lots of visitors واحد بس هي كلمة visitor آ تعد ولا تعد بس معناها زائر بس لازم طالما أجد بعد lots of أو a lot of أو lots of اللي تنين دول لازم ييجي بعديهم صيغة جامع أهو بشارت أن يأتي بعدها اسم يعد في صيغة الجامع لأن هناخد بعد كده في الحصة الجاية هتبقى فيه كلمات متشابهة بتيجي معه الاسم اللي يعد والاسم اللي لا يعد تمام طيب بس هو بما أن الاسم يعد شرط لازم يبقى جامع أوكي يعني هنا هقول there are lots of visitors there are enough visitors في عدد كافي برضو كلمة enough من الكلمات اللي بتيجي معها اسم إيه اسم يعد بس بشرط برضو يبقى جامع تمام آه الـ non-countable nouns هناخد معناه وشكله وشكل الكلمات اللي فيه والأسئلة والكلمات اللي بتيجي معاه معا نحن هنحل لأن فيها هتبقى حاجات مهمة جدا ازاي نحل الحاجات الـ ري رأيت والحاجات دي لازم أتناقش معاكم فيها هي هنا محلولة ومكتوبة طريقة حل كل حاجة ازاي بس لازم إن إحنا ايه آه نشرحها مع بعض فدي هنخليها إن شاء الله السيشن اللي جاي استعدوا كلكم إن شاء الله بس تكونوا مذاكرين كويس جدا الجزء اللي إحنا أخدناه عشان نحل مع بعض المرة الجاية نبقى فاهمين اللي إحنا أخدناه تمام آه أتمنى يكون الفيديو النهارده أفادكو وتكونوا استفدتوا منه آه ما ننساش بقى ندعم بقى القناة عشان نيوصلكم لحلقات كلها إن شاء الله مع بعض ما ننساش نعمل سابسكريب واشتراك ونعمل شير عشان كل يستفيد لإن فعلا درس مهم جدا درس الكاونتابل وانا الكاونتابل دوت ومستمر معنا في سنين تانية كتير بعد كده جاية والناس كتير بتطلخبط فيه لو ما فهمتهوش من البداية آه أشوفكم إن شاء الله بإذن الله على خير السيشان الجاي سيو جود باي ترجمة نانسي قنقر